إذا لمناقشة نية البرلمان في العراق تفعيل قانون مجدوجي الجنسية المجمد وتأثيراتها على أقطاب العملية السياسية من حملة الجنسيات الأجنبية ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور حامد الصراف دكتور حامد مرحبا بكم يعني السؤال المطروح هنا أهلا بيك لماذا أثير هذا الموضوع من جديد مع العلم أنه تمت قراءته قراءة أولى وثانية في البرلمان السابق ولكن جمد السؤال الذي نطرحه على جنابكم الكريم لماذا يرى تفعيله في هذا الوقت تحديدا دكتور شكرا جزيلا على الاستلافة تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم عزيزي الحقيقة العملية الآن تمر بخلط أوراق حقيقة وتشويه لحقائق كثيرة القانون هذا لم يشرع تم مثل ما تفضلته قراءة أولى وقراءة ثانية لكن الآن الوقت مناسب لتفويت الفرصة على بعض الكتل أن تتسيد المشهد لأنه هناك عدد جائز من نوابها يحبلون جنسية وعدد من المرشحين في بعض المناصب أيضا يحبلون الجنسية الثانية الحقيقة كعملية رفع قيمة البينار من عدمها العملية مارستها مافيات فساد واضحة وهناك سباق كان واضح بين الكتل السياسية من أجل كسب بعض الأصوات في الشارع من جهة وتشويه صورة الطرف الآخر يعني هي عملية معركة الحقيقة الجانبية أيضا الهدف منها هي التغطية على كل الطغمة الفاسدة القابضة على السلطة حاليا وتشتيت الانتباه والتركيز من قبل الشعب العراقي على ما يمر به الآن من أزمة حقيقية النظام هذا أزمة؟ والشعب العراقي يمر بمشاكل معاشية وسياسية وأمنية يعني تكاد تكون الحقيقة معاسي بل ممكن أن تحل الكارثة لا سمح الله إذا تمادوا هؤلاء في غيهم للاستمرار بهذه التشويه لحقائق الأزمة الحقيقية للنظام السياسي القائم حاليا دكتور هل تتوقع أن كما تعرفون أن أعضاء البرلمان هناك نسبة غير قليلة يحملون جنسيات مزدوجة جنسيات أجنبية هل تعتقد أنهم سيصوتون على هذا القانون الذي يخيرهم إما التنازل على الجنسية أو حرمانهم وبقية أعضاء كتلهم من أي مناصف الدولة الحالية؟ أنا أستبعد الحقيقة حسم هذا الأمر بالوقت الحاضر لأنه أنا أقول شيء بهم جدا الحقيقة لو حصينا يعني إجرينا أحصاء معظم الولائيين أتبع إيران هم ولو عاشوا في إيران لكن لا يحملون الجنسية الإيرانية لأنه إيران لا تمنح الجنسية وبالأخص العراقيين الذين هاجروا أثناء الحرب العراقية الإيرانية ومن أتباحها من الميليشيات يعني الفيالق التي أسست في إيران قليلة جدا يحملون جنسية إيرانية لكنه البقية لا احتفظوا بالجنسية الإيرانية وهاجروا إلى بلدان المهجر في الغرب يعني إذا كان في أمريكا أو في أوروبا أو في بعض الدول العربية الحقيقة هذه القضية بالنسبة للطرف الآخر الذي لا يحمل جنسية ويتمتع بشعبية كالتيار الصدري هذه تتم هذه القضية أنه يسقط حق بعض الأطراف اللي يحملون يعني منزوجي جنسية لكن السؤال الكبير الذي يواجهه الشعب العراقي الآن هل هي يعني منزوجي جنسية هو البعيار للوطنية أم منزوجي الولاء هذا هو السؤال الآن الشعب العراقي فاهم اللعبة أنه مزدوجي الولاء هم اللي الآن الحقيقة يمارسون السلطة المطلقة إن لم يكن ولاءهم للخارج وليسوا مزدوجي الولاء يعني ولاءهم لإيران لكنه يتسيدون المشهد الآن في مجلس النواب ويتحكم بمرافق الحياة الاقتصادية والسياسية والعلامية الميليشياوية والأمنية هذا هو الحقيقة الآن السؤال الذي يطرح نفسه على السحب السياسي تطبيق هذا القانون سيحد أو سيقضي على الفساد في العراق تعتقد ذلك؟ على الأطلاق لا على الأطلاق هذا ليس له علاقة بالفساد لأنه حيثان الفساد الآن موجودين في العراق في بغداد ومن تسبب في سقوط المحافظات ومن تسبب في بأثرة الأموال أكثر من مليارات الحقيقة مئات المليارات 350 مليار دولار الآن لا يعرف مكان يعني وين راحت يعني رئيس وزراء لدورتين لا يحمل جنسية غير جنسية العراقية لكنه موجود في بغداد الآن لم يحاكم لم يحاسب على ما فعل يعني سقطت الموصل وسقطت الأنبار وسقطت صلاح الدين وديالو هذه الحقيقة أمور ملفتة للانتباه من يريد أن يحاسب الفاسدين في العراق فليتفضل هذا القضاء يبعد الأياد السياسيين ينتهون من قضية تسييس القضاء لفتح الملفات ملفات الفساد إذن ليست لها علاقة من هرب أيضا من هرب خارج العراق وزير كهرباء سابق تابع لي أمريكا وزير تجارة سابق تهم بسرقة مليارين دولار إلى لندن ورجع إلى المحافظة المثنى قدم للمحاكمة وخلال ربع ساعة أو أقل من نص ساعة أطلق سراحة بكفاء لا تتجاوز فلاح السوداني لذلك دكتور هناك من يرى أن إصرار المسؤولين الحكوميين على احتفاظهم بالجنسية الثانية وعدم التنازل عنها ربما توفر لهم ملاذا آمنا من الملاحقات القضائية ما مدى اتفاقكم مع هذا الطرح دكتور عزيزي النظام السياسي لو كان نظام نزيه وصارم وبقوانين والقانون فوق الجميع لما تجرأ أحد على سرقة المال العام إلا ما ندر وحتى لو حدث هذا هناك شرطة الانتربول هناك دول تساند العراق أمريكا نفسها هي اللي احتلت العراق هي بإمكانها أن تعيد هؤلاء المتهمين لكنه العكس وجاري الآن إيران تغطي على الفاسدين وأمريكا وبريطانيا تغطي على الفاسدين لذلك أنا أقول لو النظام السياسي نظام وطني حقيقي صارم صادق بالتعامل مع قضايا الشعب والوطن لكن لا يجرأ أحد لا يفلت أحد من العقاب لذلك أنا أقول هذه القضية ليس لها علاقة بتحديد أو القضاء على الفساد الفساد يتم القضاء عليه بنظام وطني عراقي صادق بالتعامل مع شعب لذلك هذه الطبقة السياسية الفاسدة غير مؤهلة على الأطلاق لا يمكن التعويل عليها في محاربة الفساد سواء كان الفساد في الداخل أو في الخارج لذلك عواصم الفساد معروفة طهران وبيروت ولندن وواشنطن وبغداد هي المركز الأساسي لذلك أنا أقول إذا أرادوا محاربة الفساد لا يدل على أنه هناك عوائق أبدا على الإطلاق إذا كان مزدوجي جنسية وإذا كان الجنسية العراقية وحدها المزدوج هو مزدوجي الولاء هم الذين دمروا البلاد وكأن من لا يحمل جنسية مزدوجة مبرأ من تهمة الفساد كيف تعلق على ذلك لا أبدا هي ليست قاعدة هذه الفاسد فاسد إذا كان يحمل فقط الجنسية العراقية وإذا حمل جنسيتين من مزدوجي الجنسية أنا أقصد مزدوجي الولاء إذا كان ولاء وخصوصا الذي يميل بولاء إلى الدولة التي جندتها يعني كان يكون هناك فعلا مجموعة من العملاء هؤلاء من يعين الآن العملاء من يعين شخص ليس بمحل يعني بمكانه بمستوى المسؤولية هذا أيضا عميل ذلك دمروا البلد على مدى 19 سنة استبعدت الكفاءات الوطنية المخلصة النزية من مراكز القرار في العراق لأنه هؤلاء هاي الطبقة السياسية الفاسدة هي التي أرادت أن تستحوذ على مراكز القرار وهي فاسدة إذن لا يمكن أن ندمج أو نخلط الأوراق باعتبار أنه هذا فاسد لأنه يحمل جنسيتين أو هذا نزيه لأنه يحمل فقط الجنسية العراقية لا أبدا اللي يحمل الجنسية العراقية موجود فاسد في سلطة القرار ومن يحمل الجنسيتين من مزدوجي جنسية لكن أيضا ولا مزدوج هذا أيضا فاسد ويتمتع بحيات حرة وترف وبذخ وهذا موجود في العراق موجود في بغداد وموجود في العواصم الأخرى عبر سكايب الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور حامد الصراف شكرا جزيلا لكم